اشتركوا في القناة واحد منهم للأسف هو لبنان انتوا معقولت صدقوا انه في اكتر من 30-40 الف شخص بيعلقوا بالسير ساعة من الوقت الزيادة كل يوم هنوا ظهرين من بيروت مثلا باتجاه الشمال بسبب فرن او فرنين او سوبر ماركت بكل بساطة لانه مش معملون هالمسارات يلي هي تبقى محازية للأوتوستراد او للهايوي يلي الناس لازم تفوت عليها تقضي اشغالها تشتري بلا تشتريه وبعدين تفل بدون ما تشل حركة السير بما انه الانضباط هو معدوم بسقافة اللبناني عالطريق للأسف وبما انه بده يوقف ياخد منقوشته ويصف بالتالت او رابع ومعلي شي اذا اخد اتنين لينز من اوتوستراد بيصير كل المسار مثلا يلي ظاهر من بيروت باتجاه الشمال بيوقف ع سيارة سيارة وبيوصل السير لبيروت من منطقة كسروان مثلا انا عم بعتها مثلا هالشي كمان منطبق ببعض الاماكن باتجاه الجنوب حتى شخص يشتري ربطة خبز او شخص يشتري غرض او شخص يمكن يزا يتبضع ويعمل شوبينج ويوقف السير ما مننكر نحنا انه مفارز السير ع بتجرب تعمل شي ودايما منشوف شرطة موجودة اكاملة بلدية او من الاشخاص الامنيين المعنيين بالموضوع ولكن شو بده يعمله اخرت النهار اذا بتصف السيارة ما الوقت تقولوله صف هون وزيح وما تصف هون وقف السير حطوه على سكيل عشرين سيارة بدقيقة بتاخدوا النتيجة اللي عم تاخدوه بتاخدوا ساعة ونص بالسير بكل بساطة لانه هالمحلات تم فتحها على الاوتوسترات الضغري ومن عمل له مسار خاص الى معزول بجدار من البتون ومن الكونكريت ليفصل الهايوي والخط السريع عن الخط الداخلي متما بيصير بكل بلدين العالم سايد رود كونتر قال لي كل هالاشي يلي موجودة بالعالم يلي هي متما بيقوله بالانجليزي ليش نجح نخترع الدولاب ما هو موجود الدولاب ليش ما نجح نفكر ببرنسبل جديد خلنا نطبق ونوفر ع حالنا عذاب ونوفر ع الناس وقت وعلى الاقتصاد لانه بتعرفوا عشق تسير هي المضاد والشي المعاكس لانتجية بلد وللجود موت تبع العالم ولبلد يمشي متل ما لازم يمشي الدولاب بشكل سلس ومنح وسريع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة